موسيقى أهلا وسهلا وصرت تعرفوا أنه الفضيحة نصيحة وخاصة بأمة العرب ما إلي سئة أبداً في لبنان ما حدا الماكروبيوتيك عندي بالبيت الصوفية شو ما كنت بتجوا على البيت مر ويم ونور وكل شي عم بيناعطى لحوة عندي بالبيت بتاخدوه وانتوا بتحطوا صدقة انتوا شو بتكون بيكون بيني وبينكم في حديث لأنه ما في شي مجانة نشيلو هالكلمة ولكن في أصد هلأ اللي عم بيروحوا بيلعبوا تارو بيعلموكم حتى لو بضباي وين ما كنتوا كل واحد منكم هو بيجيب أي تارو أي شي لا عندك لحي شو معنيت هالتارو كارتز صرتوا تعرفوا إني هايدي قصص وهالقصص صوفية والقصص بتحكي ألف حكاية وحكاية انت بتفهمها متل ما بدك هلأ أنا زعلين بس بدي حد خبروا أني أنا زعلين ما جمزة شو بدها بلقات كلها وليا شي ولا يلي كلها وكلها أنا ما جي لأنا اللي عن حمي تعط لك نشو بتروح لعن الطبيب نفسيني بيبتسب بس ما بيسمع لك وليسن سيدة كتاب حلو كتير ما حدا عم بيسمعه وانت بقيتم فتح جورة طمجوا وربقون حيك الشجرة حيك الحياة مش أناك بيحكوا مع الحياة جبل وجبل وجبل انت ارتحت لأنك استفرغ أو عدها رفد بس ما حدا عم بيسمع الشجرة بتسمع لك الطير العصفور الحمام بتكون وحدك عم بتغني بس ما حدا عم بيطلب من الحلبي بتسكت راح على بركة تسبع ما يمسقع مسقع مسقع أو سخن 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 بعد يمسقع مسقع شوكينج سيستم صدمة هيك الصدمة نأمة مش نأمة تحولها فأزا اي شي بدك تعمله تارو كارت سلاحي انواعي كتير فيها بس كلها بتعمل لك صحوة داخلية تروح لعند واحد بيبرش لك فنجين القهوة ما مرة راح حبيبي وحبيب قلبي وما قالوا اسم لعند واحد وطالع ما دفع قالوا ليه ما دفعت قالوا ما زلك بتعرف بالمستقبل يعني منك عارف اني ما راح ادفع لك شو الكز بيك عشانا بحب العب اليوم بدي احكي عن الصم و بعرفه بتعوت عنا عمل هيك ها 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 دي لافتر بحكي شو رقمه ستي انا اكتر يتونيزة مش كلهم بعرفهم اخر واحدة ستي هلا الحياة بدون تحكي بدك تحكي نحنا كل بلد فيها نحنا ابو العبد وام العبد وابو السطيف انت الطفايلة يليك مدرمين كلنا عنا اياه بس شو بيقولها من ناحية علمو فيه بيقول لفتر الضحكي هي بتغير الطاقة اللي فينا هالطاقة يلي بتبقى قنات زعلين بيجي واحد دي خبرك نكتين تضحك لانك منك منتظر اللي لقالك صارت احتفال لقلك يا الله فاذا فيك تغير موتك الى قيامه نعم في ثلاثة نصين وهن ميستكس صوفيين يعني محنا بيعرف اسميهم بسموهم هاو دي هالدي سينة تلاتة اللي بيدحكوا بيروحوا من بلد لبلد وما فيك تعرفوا الا بطنون كبير قد ما بيدحكوا متصورة تمثيل بودة هالتلاتة وين ما لحوا الناس بتلحقون بيصدوا يدحكوا معون لانهنوا بيعرفوا انه رح يفتحوا هالطاقة اللي فيهم حول كل الصين كانوا بيروحوا وورا كانوا بققرية وقالونهم لايكم هلا في واحد منكن هالتلاتة بدي موت بتريدوا تسكتوا كل مرة بتضلوا تضحكوا ما في واحد منكم بدي موت طي سكتوا وهن بيحرقوا الجد بيضلوا يلاقوا لعبي يعملوها منين يتضحكوا بيضلوا يلاقوا لعبي يعملوها منين اجت هالفكرة هالفكرة اجت تاي لك ما في موت لم نخلق ولا من موت إنا لله وإنا إليه يراجعون ولكن إذا انت بتعرف إنك راجع على البيت قالوا ليش عم تضحك قالوا إذا هلأ ما بدي يضحكوا إذا هلأ اللي عم بيستقبلني ناطرني فيكن تعرفوا لوين رايحين كيف بعرف أنا جاية عاستوديو كيف تعرف رايح تشوف بيك بأميركا وخير أو تيكت وهي التيكت كمان ما ترقماش بتلفوا هاي الكفن ونيقاش بشوفك شا عم تحكي القلقنا ينضح بما في قل لي منتو عاشر هلأ قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت انتبه وين ما رحتوا بأي بلد أنا بلدي بعرفهم وبي دبي ما في شي أورغانيك أبدا مش الحق على الحاكم أنا بشكره ما في شي ممنوع عنده في كتير مش شي ممنوع هون ما في شي ممنوع هيدا شيخ صوفي هيدا شيخ جاء من أوشو وكزيب هيدا وكزيب هيدا وكزيب هيدا كلهم ما في مرشد عربي ببعتلو إيميل وبيرد إذا ما بتحترم هالتواصل بيني وبينك ما لقيت ولكن فيه نعم مريدين إذا بدي عيش بعيش بدبي بعيش بال عمان بسلطنة عمان كتير مني حلهو مريض الله يشفيك لأنه عم بيسمح عم بيدفش المرأة إنها تكون هي كمان وقفة مثلها مثل الرجل ما فيه مساومة ولا مساوات المرأة مرأة والرجل رجل فإذا وين نقدر نكون نحنا كل واحد يقول وين بقدر نكون أنا بحبقوشو وكتابو ما حدا فيه أشطنيه علنا هلو كيف بتقدر تمسك هايك الكتب بتحطو أول ما نزل بأبو ضبي بمكتبة الأولو برين وفيت بيه سيارة خليل أبو الشويري كان هو مدير عم التلفزيون ولكن أنا فوضت وطيارات خاصة وين ما يروح طيارة الخاصة ابعت كدو هيدا أخبركم بعدين هيدا الكتاب حقه دولار منعوا إنه نفوت على الأم العربية لأنه هون بتشتري بثلاثين ولكن إذا بتفوت على الهند فول سيركل حطوا فول سيركل أقل من دولار الكتاب هيدا كانت وصية أوشو قال إذا هيدا بيدفع مئة دولار تيعمل مساج عملولو المساج بعشرين دولار للهندوسي الهندود فقراء إذا الكتب هيدا حقه هيدا إلك هيك في مرة واحد بعده سام موجود وقال لي تعيطها شوفك أو بيجع لبنين عم بيبروم هيدا واحد هو رئيس السي آي آي بأميركا وجي سرطان حتى أهل بيته خلي موت المستشبعو يلو الرئيس بيجي واحد قال لي ومتا يخذك عالهند يلوش أربعين سنة يبقى ما تلاني وشوش نقول لي هون المساج بمئة دولار بيبونا ثلاث دولارات مشي هيك عاليمين وفوتي على هوني ما رح تدليك بس أنا بمشي قدامك وشوفوني وهين فتوا بتفوتي ما يخلي خصوص العرب يعني إنه لاش بك تدفع ميت دولار هوني خلهم أجاني بيجي يدفعوا هوني وانتوا فوتوا مطرح لين هوني كتير فيه هلأ صارت بونا ريزورت بطلت أشرهم ريزورت يعني مش مشفى أو مصح أو مركز روحي صارت مركز سياحة للأغنية مجي للسواحي الأغنية بدل ما تروحوا هونو هونو ضعبوا قد ما دفعتوا قليل لأنه اللي رح تشوفوا من الأكل من المحاضرات من الحضرة من الضاقة بس مريم نور وين ما راحي بأمر من قوش وعطاهم إشارات فلين وفلين وفلين ما بيعملوا ولا دورة عنا هي هو هو يحطها ببعض من المريدين ومريم وأنا بيعطيكي هلأ لك ولأ لأ 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 بتجوا على البيت بتشوفوا اسمها دي ماركيشن لين انتو بتخطوها هالعلم عند أنطون سعادة وعند قرجاف وبحلم بيب كوسر كلنا فينا نعملها بتحط تحصين تحجيم تحديد ما بيفوت لك يعني بتلاقي البنية عندي كلها ما فيني لكم بتطلعوا بتشوفوا بتوصلوا عالطابة الخامس انتو مش به العالم بتفوتوا عالبيت غير ريحة غير طاقة بكل البيت بتطلع عالبلكون بتشم ريحة البطاطا وهيك المقالة بس ما بتفوت بفتح البيت ما بتفوت عالبيت بتفوت عالمطبخ غير ريحة كون فتحت الباب يعني هالدي مركيشن لين انت بتحطها انت بتقدر حولك كيف بالمسيحية بلنا صال بيدكن عواجكم بالتلاتة بالخمسة كيف الابونا بيقرأ كلمات اللغة القرامية هيدا الكلام الجوهرية حتى يفوت فيك مثل تبقى منتبه شو نكتب وبتتضحك بس تضحك او شو بيحب فيك بتضحكي بسميها The gap الفجوة بين هيا وهايا فإذا انت لتدرس يوغا ولا تروح أي مطرح بنوفمبر رحكون معو تحتالي يقول لكل اللي رح يجو من دباي ومن كل الإمارات ما تروح عند أي معلم جي يو آر يو أنت القورو أنت الشيفة وأنت المعلم وصر فيك وما تقري فيت حيزك انت صادة وفينا ننطوى العالم الأكبر أي كتاب أي ورقة بتفتحها judgment يا حبيبة إنه الحق عليك انت بي أنت اللي عملت هالغلطة رقمه 27 26 27 جاجمنت لو تل بتحكم انتبهوا هاي من الفكر من منه بلا خطيئة فليرجمها بحاجة والفكر دايماً بده يحكم دايماً على طوله بده يغلباك انتبهوا هيدا كيفر وماكر وماهر لحتى ما يخليك تكبر لتضلك انت مدعوس منه خليك تكون بالنهر النهر ما معه خريتك بتروع البحر لتكون مشيئتك قال المسيح واهتزت الأكوان أسلة مرهوح خلال الفطرة هيدا صارت له واحد اسمه لاوتسو بالشاينة وهيدا لاوتسو ما كان يحكي أبدا بس الناس بس تشوفوا ترتح معو كان فيه واحد بالضيعة اللي هو فيا عنده فرس وكلهم بيحبوها الفرس حتى الملك وجاء قال له الملك بيدفعلك بتبيع الفرس قال له لا ولا وقم بيدفعلك الملك روح يشتري مليون فرس قال له لا هادي ملنا فرس هادي مثل ابني مثل رفيقتي مثل ما شك بهلي بيعه قال له لا تقولوا هيك قولوا إجرت على الملك يشتري الفرس وأنا ما بعته هلا صار يفعب يعني شو صار التاني خطوة وان مورنين ويني هالفرس وين راحي اختفي شفت إجني لك بيعه قال له نقوله الفرس ملنا بنصطبط عاش تحكمه هلا هو بيفهم يعني شوي اجت الفرس وجيبي معه 12 مهر فرس شي هيك هي معها اسكتوا نحنا الهبل قال له لا لا تقولوا قولوا راحي وجيبي معه 12 دايما بده هو يفهم بيقوم ابنه بدي يمرنون بتاعرفوا يمشوا هايك ومتل هديك تصور فرس حلو كتير وتعرف تروح وتطلع وتركض وتمشي يعني فرس متدربة متمرنة بس يمرنون يمرنون وبيقعد بيكسر شفت شفت لو بيعتها لالفرس كان عطاك مصاري وما كانت جيبت هودة 12 وما كان ابنك واقع وكسر اجره ما تحكمه هاي قولوا واقع وكسر اجره شوي كله نجو نيالك نيالك نحنا المام نفه شو كون المملكة هاديك بدت عامل حرب على المملكة هون وولادنا كله راح تروح انت ابنك واقع وكسر اجو ما بيروح ما تحكموا يمكن انا ابنه يموت بالفرشة وولادكم كلها ترجع وتربحوا المملكة هاديك ها الاصرق عم تحكي يعني قال لهم لا تحكموا انتو اعملوا شغلتكو شو صار كلكن بتروحوا بعيد دخلكو انتبهوا ما تحكموا ابدا يا الله راحوا على الحرب هاو ديك وهو بعده قاعد هون ويقول ما تحكموا ابدا لانو في ناس ماتت بترشتا وفي ناس ماتت بالحرب وفي ناس هيدا دورا نحنا لازم نمطر لكتاب كله نقرأ ما نحكم ما بنعرف شو القدر قدر القادر وما قدر كلنا قدرنا لتكن مشيئتك لتكن مشيئتك بس ما بقول هيك بربط الجمل اعقل وتوكل بس بعمل اللي بعرفه بعرف انه المستقبل ما عندي الماضي مضى والمستقبل غريب هلأ انا بهاللحظة شو فيني اعمل شو ما صار الحمدلله الحمدلله لتكن مشيئتك لتكن مشيئتك خبرتكم نحنا الحرس البنيات بيش طفو طفل عمره عشرين يوم اخدته الخادمة على الحضانة زحطي ميت الطفل انت بدي اعرف امو شا عم تعمل رحت شفتها عاتلي منح مالا بيموت كبير ميت صغير ما بعرف بس كنت عم نعمل مانيكير وهيك وهيك اكيد بعدين جو الناس وبكيت وتأثري خبرتهم هاد قصة قلت له نقدر القادر وما نقدر كلنا ما منفهم لتكن مشيئتك ما منعرف ما منعرف بعرف اني ما بعرف ما كانت لازم تبعثوا عم بعشرين يوم لتكن مشيئتك شو عم بصير هلأ بالأشرفية شو عم بصير بلبنان حرب دمار هيدا مع هيدا مع داعش مع مدرمين هلأ زمن العزلة عن الناس إذا ربي حب ما واحد من عياله بيعزلوا عن الناس وما بيتركك وحدك بيبعث لك حدا اثنين اثنين اربعة اربعة جماعة لتكن مشيئتك انت أمال اللي بتعرفه بس قال رأتي طولة طولة الزرافة بس بدي أحكم بقوا ببلعهم كل واحد مننا إذا بتشوف عم ديجي أفكار الحق عليك الحق عليك في أربع عون في أربع عون لو أنت انتهاك لو أنت عملتهاك لو كزا عميلك لو كلنا كلنا ضعافي أخوتي كلنا ما بنعرف بديتعلم من غلطة ومن غلطة انتبهوا كل لحظة فيها درس كل لحظة فيها يقظة شو درست اليوم شو كان الدرس اكتبوا كل واحد يكتب شو بدي أتعلم هالجمعة شو عندي الهدف بدي أبدأ أعمل مصاري معلش يكتبها لألي مش بالميل في كتاب اسمه I love money ماشي شو الدرس عندك لماذا زبطتها لماذا زبطتها لماذا شاء لماذا شاء يا الله لتبدي روح وراحد قدر القادر وما قدر قصص حلوة كتير كل الكتب يلي فيها قصص صوفية قصص هندوسية القصة بتحكي ألف حكاية وحكاية منطق الطير يا حبيب قلبي يا الله هيدا طارت الطيارة وتأخر ورجع أخذ السيارة ورجع تأخر ورجع وصل على ضيعة قال يا عمي بدي نيم هون عند هالناس وين فيك تنايم قال له قال له لهم في مرة بتنايم ناس راح ناس لني نيم عند هالمرأ قالت له انت منين وهيك قالت لي يا الله أنا ما عندي تروح لعندو هالضيعة بهالضيعة في طبيب اسمه أحمد علي قال طبيب أطفال وأنا هالحفيد عندي أمه بي وميته وقال أحمد علي بيش فيه قال له أنا أحمد علي وأنا هيدا هو الطبيب والطيارة تخرج والسيارة مدل شو صال له وبعدين جاي نيم عندي وانو هالطفل جيبي لا يصيبونا إلا دايما نفكروا القصص الغريبة اللي صارت معكم وقت اللي هاك قال لي روحي و ميك مي أفيلبل يوز أول دي ميدي اسمه قالت له مين بدو حطني على وصيلة إعلام بأمية العرب يعني أنا لا شكل شكل ما عندي تنورة لا أرفع التنورة وما عندي فعل فتورة وخبرت ورحت عند بحتي صديقة طيب بقى تقرأ كتوبقوش وهيك وردت عالتليفون تعال مدل مين بدو إياكي قالت لعزمنا كانت لقيلة وقت اتعرف تعغازي كان هوا قال لي كل شيء لك يا أم يطلبك ما صوتك كان صوت معلم كان هو نقشبندي صوفي بنت 19 سنين بعدين فت بالسياسة هي بدو نسيح كاتوليك إذا بدو يروم إذا بدو سنة إذا بدو الشيعة أنا لا أنتمي إلى أي دين كلمة أنا أنا ونحن ونحن إلى التدين الإلهي the religiousness of the godliness الدين معاملة والدين أخلاق وأرفع طلاقات الدين والمعاملة والأخلاق هي الرحمة ووسعت كل شيء ما إلى وجه أخلاقات 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 ووسعت أخلاقات ووسعت وشين هيك كان لقوا زمن التوحيد مثل ما قال الحلاش قال له بدي شوفك بإيد هالمجرمين ما فيك تغشني يا حبيب قلبي ما حدا متل تعذب ونقتل بشكركم أول مرة بتوضى بالدم بشكركم أول مرة بتوضى بالسينة أطول السينة بكي لما شبلة زدت على وردة قال له أنت عم بتساوي هني مش عارفين أنت عارف فإذا ما بنعرف ما بنعرف بس بعرف أني ما بعرف عرفت شيء وغابت عنك أشياء وأشلاء ولكن هيك دايماً بتشوف أنه إنت بتجيب هالطار وموجود على كل ما وقعنا ببعت لك يا حبيب قلبي understanding بدي أفهم شوف هالصورة understanding under تحت stand وقف هالكلمة اللي إجيت understand وقتلعمره جسر قال له نزيل عود تحت الجسر understand وقف تحت الجسر وأنا بدي مري كل الكميونيت وكل الهو إذا كنت صاد يعني الجسر قوي وإذا كنت لا كذب أنت اللي بدك تموت تحت الجسر مش هناك واحد حمصة وواحد من حلب وواحد ناك تلاتة بس في واحد حمصة وقتلوقع على الجسر قال له أنا عرفت مش هناك ما حطيت حجر مهضومة ولكن القصة اللي هون هي راهد قال له روحوا ما تحكوا حدا وبناء خاص الحريب فهمتوا راحوا وهني وراجعين من هالضفي لهاالضفي لقافة مرة صبي عم تقطع معه النهر قام حملة ومشي 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 ابنينات وما بيحكوا قال له ما بقى فيني راح نوصل راح نوصل مش بس حكاية مرة حملت ع كتافك حملت ع ظهرك قال له أنا نزلتها ونيت لاش بعدك انت حملها وصلوا وفيتوا لها عند المرشد قال له لاش انت عندك غضب بشكرك انك حملتها وطعتها الطريق من ضفي الى ضفي هالضفي وهالضفي ملتقي بغزة مش مت ما عملنا بغزة وعم نعمل بغير غزة هالجزور مع هالجزور بعملوا العطور وقت الاجه السيف طيقت ع شجرة الصندل يا حبيب قلب شجرة الصندل عطرت السيف حملها ونزلها وصل قال له انت انلايتن استنرت انت بعد عندك الغضب انتبه اذا اجل خوف واجه الخوف انخفته من شيء تقوله فيه اذا اجل غضب على طور بيجي الغضب بكل لحظة عنا اختبار الاختبار سبق التعبير انتبه بس تختبره نعم كيف وفسر الماء بعد الجهدي بالماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة